مرحبا بك مرة أخرى أعتقد أنني أنهيت حل المسألة السابقة بسرعة سأقوم بإضاح الحل لتجنب حدوث أي تشويش لقد حاولت في الدرس السابق الانتهاء ضمن فترة التسجيل المتاحة المطلوب يوجد في هذه المسألة هو محيط الشكل باللون الأحمر الذي يبدو كالزهرة كما أن محيط الشكل باللون الأحمر يساوي مجموع محيط المثلثات لكن بجمع محيط المثلثات لن يكون الناتج هو الجزء الأحمر فحسب بل سيشمل هذه الأجزاء لأنها أيضا عبارة عن أضلاء المثلثات إذن لإيجاد محيط الشكل باللون الأحمر يجب استثناء الخطوط باللون الأزرق والتي تشكل محيط المربع الداخلي ومحيط المربع الداخلي يساوي العدد 9 مضافا إليه العدد 9 مضافا إليه العدد 9 ويساوي العدد 36 إذن نقوم بإيجاد محيط كل من المثلثات الأربعة حيث تساوي قيمة محيط كل منهم العدد 30 إذن فمجموع محيط المثلثات يساوي العدد 120 ثم نقوم بطرح محيط المربع الداخلي الذي يساوي العدد 36 ما هو ناتج طرح العدد 36 من العدد 120؟ إنه يساوي العدد 84 والإجابة هي الخيار D ويجدر الذكر أن هذا الحل السابق كان لمسألة انتهى الدرس السابق عندها ننتقل إلى المسألة الثالثة عشر المنحنى الذي يمثل ناتج تطبيق الدالة G على المتغير X مرتما في الأعلى حسناً ساقوم برسمه الآن لأن المطلوب من المسألة هو إيجاد قيمة ما بالنظر إلى المنحنى حسناً سنحدد الأعداد 2, 4, 6, 8 على المحور الرأسي ولدينا الأعداد 2, 4, 6, 8 وعشرة على المحور الوفقي سأبذل ما بيسعي لرسم المنحنى كما هو موضح بالكتاب إذن يبدأ الخط تقريباً عند بداية أعلى من العدد 6 بقليل لكن ليس عند العدد 7 إلى أين يتجه هذا الخط؟ ويساوي الاحتاثي X1 هو بمثابت بداية الخط أي يبدأ من هذه النقطة ثم يمر بالنقطة ذات الاحتاثيات 4 و2 يبدو أنه يصل بين النقطة ذات الاحتاثيات 4 و2 والنقطة ذات الاحتاثيات 6 و3 ثم يمتد إلى النقطة ذات الاحتاثيات 8 و8 التي تقع في هذا الموضع وأخيراً يمتد هذا الخط للأسفل وصولاً إلى النقطة ذات الاحتاثيات 11 و2 وفقاً للمسألة يمثل هذا المنحنى ناتج تطبيق الدالة G على المتغير X وإذا كان ناتج تطبيق الدالة G على العدد 2 يساوي العدد K فأي من الخيارات التالية يساوي ناتج تطبيق الدالة G على المتغير K ما قيمة العدد K لنقم بإيجاد ناتج تطبيق الدالة G على العدد 2 إذا كان الاحتاثي X يساوي العدد 2 فما قيمة الاحتاثي Y حسناً يبدو أنه يساوي العدد 5 تقريباً أليس كذلك؟ إذن العدد K يساوي 5 وبالتالي فإن ناتج تطبيق الدالة G على العدد 2 يساوي 5 والمطلوب إيجاده هو ناتج تطبيق الدالة G على العدد K وبما أن العدد K يساوي 5 علينا إيجاد ناتج تطبيق الدالة G على العدد 5 يبدو أن الإحداثي المقابل الإحداثي X الذي يساوي 5 هو العدد 3 في الحقيقة وفقاً للرصف الموجود في الكتاب لا تبدو القيمة قريبة من العدد 3 بل أقل من العدد 3 ربما 2.5 حيث أن هذا الرسم ليس دقيقا بشكل كبير بالنظر إلى الإحداثي X إذا كان هذا الإحداثي يساوي العدد 5 فالعدد المقابل له على المنحن الأصلي هو العدد 2.5 يجب تغيير هذه القيمة إلى 2.5 والإجابة هي الخيار B وسوف ننتقل إلى المسألة الرابعة عشر إذا كان العدد 0 أقل أو يساوي المتغير X أو إذا كان المتغير X أقل من أو يساوي العدد 8 وكان العدد سالب 1 أقل من أو يساوي المتغير Y والمتغير Y أقل من أو يساوي العدد 3 أي الخيارات التالية يعبر عن مجموعة القيم المحتملة لناتج المقدار حصل ضرب المتغير X في المتغير Y حسنا علينا إيجاد الحد الأعلى والأدنى للقيم الناتجة عن ضرب المتغيرات X و Y أولا ما هي أقل قيمة محتملة لحاصل ضرب المتغيرات X و Y إذا كان المتغير Y سالبا وقيمة المتغير X كبيرة أو أكبر ما يمكن أي إذا كان المتغير X يساوي العدد ثمانية فالمتغير Y يساوي العدد سالب واحد وهذه أقل قيمة لحاصل ضرب المتغير X فالمتغير Y إذن ناتج ضرب المتغيرات X و Y أكبر من أو يساوي العدد سالب ثمانية لأنه في حال وجود عدد سالب نقوم باختيار العدد الآخر بحيث يكون أكبر عدد ممكن وذلك للحصول على عدد سالب كبير ما هو أكبر عدد ناتج عن ضرب المتغيرات X و Y؟ حسناً عند ضرب العدد ثمانية في أكبر قيمة موجبة للمتغير Y فالناتج سيساوي العدد 24 إذن ناتج ضرب المتغيرات X و Y أكبر من أو يساوي العدد سالب ثمانية وأقل من أو يساوي العدد 24 والإجابة هي الخيار E مجدداً كيف حصلنا على العدد سالب ثمانية؟ ربما هذا هو الجزء الذي قد لا يتبادر إلى ذهن الكثيرين وربما اعتقدتم في البداية أن القيمة الأقل للمتغير X هي العدد صفر وأن حصل ضرب العدد صفر في أي من القيام يساوي صفر لكن يمكن الحصول على قيمة أقل لناتج ضرب المتغيرات X و Y باستخدام الأعداد سالب واحد ثمانية للحصول على العدد سالب ثمانية وننتقل لحليل مسألة الخامسة عشر وتحتوي هذه المسألة رسماً يتكون من مجموعتهم من الخطوط تبدو بهذا الشكل وقياس هذه الزاوية يساوي العدد N المسألة كالتالي في الشكل أعلى ما هو مجموع قياس الزوايا الأربعة المحددة بالأسهم بالنسبة لزاوية N؟ إذن المطلوب هو إيجاد مجموع هذه الزوايا الأربعة التي حددتها باللون الأصفر على الشكل حسناً هذه هي لعبة الزوايا إذا كانت هذه الزاوية هي N فالزاوية المقابلة لها تساوي N أيضاً أليس كذلك؟ ما هو قياس هذه الزاوية باللون الأحمر؟ إنها الزاوية المكملة للزاوية N وهذا يعني أنها تساوي العدد 180 مطروحاً منه العدد N ويطبق الأمر ذاته على الزاوية المقابلة لها حيث تساوي العدد 180 مطروحاً منه العدد N وبالتالي ما هو مجموع هتين الزاويتين إلى اليسار؟ سأطلق عليهما الزاوية A وB وما هو ناتج جمع قياس هتين الزاويتين؟ حسناً نعلم أن الزاوية A مضعفاً إليها الزاوية B مضعفاً إليها الزاوية التي قياسها العدد 180 مطروحاً منه العدد N يساوي العدد 180 أليس كذلك؟ فجميعها يقع في المثالة ذاته إذن الزاوية A مضعفاً إليها الزاوية B تساوي العدد 180 مطروحاً منه العدد 180 مضعفاً إليه العدد N لقد قمت بنقل هذا المقدار إلى الطرف الآخر حيث طرحت العدد 180 وضفت الزاوية N إلى طرفي المعادلة وبهذا يتم إلغاء العدد 180 وتصبح المعادلة كالتالي الزاوية A مضعفاً إليها الزاوية B يساوي الزاوية N وبشكل مشابه إذا كانت هذه هي الزاوية C وD إلى اليمين يمكن تطبيق الخطوة السابقة هنا وبالتالي الزاوية C مضعفاً إليها الزاوية D مضعفاً إليها الزاوية التي قياسها العدد 180 مطروحاً منها الزاوية N تساوي العدد 180 وذلك لأنها زوايا داخلية لمثالة واحد وبطرح 180 من طرفي المعادلة وإضافة الزاوية N ينتج أن مجموعة الزاوية C وD يساوي الزاوية N ولإيجاد مجموعة الزاوية أي الزاوية A مضعفاً إليها الزاوية B مضعفاً إليها الزاوية C مضعفاً إليها الزاوية D نقوم باستبدال مجموعة الزاويتين A وB بالزاوية N كما أن مجموعة الزاويتين C وD يساوي الزاوية N أيضاً إذن فالمقدار بأكمله يساوي الزاوية n مضافا إليها الزاوية n ويساوي العدد 2 مضربا في الزاوية n وهذا هو الخيار بي سأتحقق من وجود وقت كاف لحل المسألة السادسة عشر فالوقت المتبقي هو أقل من دقيقة المسألة كالتالي بعد الحد الأول كل حد في المتتالية ولكن في الواقع أعتقد أن حل هذه المسألة سيتطلب بعض الوقت لذا سأقوم بحلها في درس خاص بها إلى اللقاء في الدرس التالي